السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائي طلاب الصف الثاني في كل مكان ده الفيديو التاني من المراجعة بتاعتنا خلصنا في الفيديو الاولاني 152 جملة وبنكمل ان شاء الله طبعا نسألكم الدعاء قبل كل شيء وان انتو تشيروا الفيديو لزمالكو عشان نشر العلم وتمام الفايدة هنبدأ بجملتنا بنقول يو نقط اني موب ايجزيو نيد انتهاف بوت خد بالك نيد انتهاف والتصريف الثالث بنستخدمها لما نقول ان احنا عملنا شيء ما كانش ضروري ان احنا نعمله يعني ما كناش محتاجينه بس عملناه فالمثال يو نيد انتهاف بوت اني موب ايجزيو انت ما كنتش محتاج تشتري اي بيض امبارح لان ماما عندها الكثير في السلاجة اي الجملة التانية لما تلاقي اتزيس تايم وبعدها تبيخ في المستقبل اتزيس تايم نيكست فريدي زي دلوقتي الجمعة الجاية يبقى على طول حضرتك هتستعمل المستقبل المستمر المفروض هنا هنا في غلطة في الاجابة المفروض الاجابة تبقى رقم يبقى الاجابة الصح تعمل كده يبقى مش بيها جماعة الاجابة سي الكملة اللي بقى عليه كده if we not a taxi we would have been late for the train برضو هنا اخد بالك الاجابة if we hadn't taken if we ايه hadn't taken لو ما كناش اخدنا التاكسي كنا اتأخرنا برضو الاجابة هنا سي تمام يبقى if we hadn't taken a taxi لو ما كناش اخدنا تاكسي we would have been late for the train يبقى ناخد بالنا هنا الاجابة الصح سي الجملة اللي بقى عليه كده هو is that man with the children فقال لي هي نقط be their father اه هو يبدو ان هو ابوهم يبقى he seems to be their father يبدو ان هو ولدهم الجملة اللي بقى عليه كده بيقول لهم تريبة سوء باهمال شديد why did you drive so carelessly you should have been طبعا should have والتصريف التالت ده اللوم او التوبيخ انت كان لازم تبقى اكسر حيوس من ذلك طبعا لما الجملة تبدأ بشود ده بديل من بداء ال if should train in Egypt لو ما اتطبط في مصر في الصيف هنا هيبقى حاجة ايه غريبة it would be strange طبعا should بتحل محل if الحالة الاولى والحالة التانية لان هنا هو بيفتطبط شيء غير حقيقي فعشان كده اخترنا الحالة التانية الجملة اللي بعدها i can't read مش بقطق مش بقدر اقرأ unless i wear glasses اه لما اقرأ اه لما ألبس انت ضرائب هنا مش بقدر اقرأ اه لما ألبس انت ضرائب هنا اللي جابة صح unless you not you not renew your passport as you are traveling to london next month اه انت مضطر مش بمزاجك هنا يبقى have to اه نكمل الجملة اللي بعد كده بيقول اننا كنت هقضي وقت لطيف i would have had طبعا الحالة التالتة اه would have had والتصريف التالت والنحية التانية عندنا هنا if had والتصريف التالت كنت هقضي وقت رطيف لو كنت روحت الحفلة طبعا هو ما راحش الحفلة كده الجملة اللي بعد كده you not take an umbrella if you are going to a swan انت مش محتاج عايز افكرك don't need بييجي معها to لكن في حاجة اسمها needn't ما بييجيش معها to فهنا don't need to انت مش محتاج تاخد معاك شمسية لو رايح اصوان لانها ما تمطرش هناك يعني it doesn't often rain there الجملة اللي بعد كده this is the طبعا اول ما لأي زا وبيقارن بين اه مجموعة طبعا بيقول لك دي الشركة في العالم يبقى اكبر شركة فين في العالم يبقى زي سيزة biggest company in the world الجملة اللي بعدها i will be doing the house work all morning tomorrow حدد وقت في المستقبل واستعمل كلمة all يبقى بنتكلم عن المستقبل المستمر الجملة رقم خمسة مية خمسة وستين she has already decided اول ما لأي decided دي يا جماعة يبقى انا اقربتي بقى انا بتكلم في going to يبقى is going to sell her old flat i did not expect انا لم اتوقع the wizard to be so cold in london تقصي بقى بابت كده قوي في london وما كانش متوقع له i should have brought my coat انا قلت لازم اجيب معايا معطف او بلتو i looked all over the house انا ضوارت في كل البيت but i not find my phone طيب هنا ما قدرتش او wasn't able to الاتنين بنفس المعنى couldn't find او wasn't able to الاتنين بمعنى لم استطع بتعبر عن عدم القدرة فين في الماضي يبقى الاجابة هنا هتكون الاتنين دول اللي هي دي a وب your new job to be more interesting and rewarding هنا طبعا is supposed تمام كده to يبقى من المفترض انها هتكون اكثر تشويقا ومجزي بيقول لها i didn't mean to hurt you ما كنتش اقدر اه ما كنتش اقصد اجراحك لما قلتلك مش اقدر اتجوزك مثلا يعني اوكي تمام اه بيخلع i didn't mean to hurt you يعني لم اقصد ازائك بيقول i speak french worse than i write it يعني بتكلم فرنساوي اسوأ ما بكتبه طبعا كتير ما بيعرفوش انتقول فرنساوي كريس i can't meet you اول ما تلاقي i can't meet you دي او i can't do كذا لازم الناحية التانية هتستخدم حجم الاثنين يا اما مستقبل مستمر يا اما مضارع مستمر اه مش هقدر قابلك ليه قال لها i am having dinner with my friend تمام كده اهو على طول مضارع مستمر طب ما كانش ده موجود هتستعمل المستقبل المستمر اللي هو will be وفعل عليه اي نجي اول ما تلاقي if وتلاقي عندك هنا فراغ بص الناحية التانية على طول هنا بيقول لك wouldn't have problem he wouldn't have problem with his teeth طيب خد بالك من الجملة دي كويس قوي قوي لان بردو الجملة دي الاجابة دي مش سليمة طبعا والكتاب في بعض الاخطاء لكن جزاهم الله خياب يعني عاملين شغل كويس الجملة هنا بيقول لك wouldn't have وما جابش بعدها تصريف ثالت ما جابش بعدها ايه تصريف ثالت يعني have هنا يا جماعة تعتبر مصدر بعدود يعني دي حالة كام برافو عليك حالة تانية يبقى هو المفروض هنا لو ما كانش او اه كان حلويات كتير he wouldn't have اوكي problem with his teeth ما كانش هاب عنده مشاكل في اسنانه يبقى didn't eat مش hadn't خد عليك بكز لانك ممكن تغلط لو تصرعت تمام يبقى اليجابة الصح هنا c ما ليكش هذا عرب العلمات دي اااا طب إمتى كنا هنختار هنا بقى aah hadn't eaten دي لو هنا كان نجايب ايه تصريف ثالت يعني مثلا قالت ايه he wouldn't have had problem with his teeth فهمنا في جملة تلاتة وسبعين هو انت اللي دهنت الغرفة او هل انت دهنت الغرفة فقال له انا ما كنتش مضطر طبعا كده يبقى انا ما عملتش الحاجة عايزك تفتكر انت الحاجة ايه ما عملتهاش لانك مش مضطر وفوق كنا احنا اتكلمنا عن الجملة بتاع نيدنت انت عملت حاجة مع انك مش مضطر يبقى فهمت الفرق انا ما عملتش الحاجة ليه مش محتاج مش مضطر او الشقة كتمدهونة اصلا طيب الجملة انا كنت المفروض ازوره بس ما عملتش يبقى هنا هازم ازوره الاسبوع الايه اللي فات لكن انا ما ازورتوش جميعا كده اه الجملة اللي بعدها خلال الكم سنة الخمس سنين الجايين زي خد بالك هيكونوا بيبنوا كوبريك بير او ضخم فوق نهر النيل الضيفة اسم واحد نقط كان يقدر روح جامعة القهارة لكن هو قرر انه يسافر الخارج تمام كده افزا فود اي هاد لو الاكل اللي كان معايا هاد بن انوف كان كافي اي وودن تهاف اسكد فور مور خدت بالك من الجملة دي مركبة شوي بيقول لو الاكل اللي كان معايا كان كافي هاد بن انوف اي وودن تهاف اسكد فور مور يبقى هنا اللي جابها هتبقى سي واضح يا جمعة يبقى هنا دي اجابة الجملة دي سي اللي مش متجاوب الجملة اللي بعد كده هل هزا الفيلم كان المفروض انه يبقى كوميدي انا شايف انه مش مرح على الاطلاق يبقى هنا منت تمام she is not deaf هي مش صماء you don't have to shout تعال كده انت مش محتاج ايه تزع if she sit off late she not arrive she not after sunset sit باردو الجملة دي هتكون ايجابتها would arrive هتقول لي liya mister lemish will بص يا جميل if she sit طبعا كلنا عايفين فعل sit فعل جامد يعني ايه sit 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 يعني التصريف الاول زي التاني زي التالت بس الجملة دي لو كانت حالة اولى كانت هتبقى if she sits كان المفروض يبقى فينا s طالبا ما فيش s يبقى دي حالة كام تاني يعني ده صيف تاني يبقى if she sit off late she would arrive يبقى دي الاجابة يا جمعة ماشي خدوا بالكو عشان بنصحح الاجابات مع بعض يبقى الاجابة هنا would arrive الجملة اللي بعد كده بيقول jana is more sociable than i am لما نختار هنا قدامنا حاجة من الاتنين يا اما more sociable than me بس يعني ضمير مفعول بس لكن ما ينفعش يكون معاه فعل او فاعل وفعل او فاعل وفعل اللي هي i am تمام كده؟ طبعا ايجاب هنا مزبوط global warming اللي هو الاحتباس الحرابي خد بالك من المصطلح ده نقط in the future هيفضل يتزايد هيفضل ايه؟ يتزايد will be will still be rising طبعا لان ما زالت ايه مشاكل الملوسات they didn't like the dishes هنا served in this restaurant ايش معنى تصريف ثالث؟ قال لي هي اصلها ايه؟ which مثلا are aware served التي كانت تقدم فحزف which وحزف معاها verb to be اللي هو aware فبقى عندي بس التصريف الايه؟ التالت كمان كده؟ يبقى كان فينا ضمير وصل بس تم ايه؟ حسفوا الكلام ده انتخدتوا في الترمي التاني في قولة سانوي they didn't understand your opinion ما فهموش رأيك they got it wrong يعني فهموش شيء خطأ تمام كده؟ manage to هنا معناها يتمكن من they managed to win the game last week طب ليه مش succeed؟ succeed دايما بييجي بعدها حرف figure in يبقى زي succeeded in وطبعا هيجي بعد كلا جيرا فهنا الصح فعلا managed to if you feel لو انت كنت حاسس انك مش تعبان يبقى ما تلعبش تمام كده؟ بتبدأ الجملة اللي في ناحية التانية هنا من الحالة الاولى من if يئمة بأمر يئمة بنهي يعني ممكن اقولك if you feel go to the doctor اذهب للطبيب هنا بدأت بأمر او نهي don't play ما تلعبش تمام؟ اه نرفع بقى الاسئلة الفوق شوية why didn't you take part لما لا تشترك in the competition في المسابقة you could have one انت ممكن تكسب اه you needn't انت مش محتاج تشتري قلم انا ممكن اسالفك واحد خد بالك needn't دي ما بيجيش بعدها تو اما needn't دي اللي بيجي معها تو don't go out ما تخرجش if you feel exhausted لو انت حاسس انك منهك او متعب this is his second خد بالك بقى لما تلاقي عدد ترتيبي زي second third first او تلاقي صفة ملكية زي his my our هنا بنحزف زاه من صفة المقارنة يعني هنا اقول ايه most مش the most تمام كنه يبقى وجود رقم عدد ترتيبي او وجود صفة ملكية بيخليني احزف زي يبقى his most successful film تمام كنه الجملة اللي بعدها as long as she works طالما هي بتشتغل بجد هي تقدر تحقق اهدافها as long as من بداء ال if في الحالة الاولى وهنا معناها طالما او بما ان if you have a lot of work لو عندك كثير من العمل ينقض فوتبول والزم تمام لو عندك شغل كتير طبعا عندهم تهافتهم لقي فوتبول والزم اللي قلناها من شوية i needn't have driving انا ما كانش ما كنتش محتاجة سوق عربيتي لان المكان اللي انا روحت السوق كان قريب بس انا برضو قلت روح بالعربية يعني خد بالك بقى لما تلاقي زا وصفة في الدرجة التانية زي more زي مثلا bitter طولر اي حاجة من الحاجات دي يعني وتلاقي كما يبقى برضو هتستعمل هنا زا وصفة اي قريب يبقى هنا زا فتر كل ما اتمرنت اكتر كل ما بقت صحتك اكتر فتطبعا هنا اللائق بدنيا يعني او بصحة اكتر you got bad marks انت حصلت على درجات سيئة انت كان لازم تزاكب اي you should have studied hard اذا exam was supposed كان من مفترض انه يبدأ الساعة تسعة بالزبط لكن المدارس كان متأخر he was rude كان واقح مع اصدقائه i wish he had behaved well طبعا لما wish ييجي بعديها مضي تام بتدل على الندم او ان انت مستق من شيء في المضي you not smoking hospital طبعا mustn't عشان بنتكلم عن قوانين وقاعد محمد صلاح is one of the fast stabler in the world يضحب من اسرع اللاعبين في العالم you shouldn't have hit here انت ما كانتش لازم تعقبها او تضربها هي لا تستحق ذلك why are those children الاطفال دول بلعبه في الشارع they are supposed to be at school دوله المفروض دلوقتي يكونوا في المدرسة العالي دي مش في المعاد بتاع الاي يعني في وقت المدرسة وكتين يعني ماشي يا ربنا يا ديو if hit that dog بتعمل كده احنا اتكلمنا عن حت دي قبل كده بقى اه اه هنا الكتابة هم جوابها صح احنا عايفين الفعل hit هنا كده في التصريف التاني لانه مش حاطة اس اه it would bite him هيعود he is taller than me a little taller than me اللي بعدها طبعا انت عايفين احنا ممكن نحط a little او a bit بس سويا انا مش حاطة a قبل صفة مقابلة الدرجة الايه التانية تمام برضو ما ينفعش a little يبقى لازم a little we are having an exam next week it starts طبعا هنا جدول مواعيد ثابت not yesterday to avoid making that bad mistakes i feel sorry now هنا الجملة المفروض i should have should have should i have done ماشي هل كان يجب علي ان نعمل ده مبابح عشان نتفاتر هذا الخطأ should i have done طبعا الجزء ده خطأ يعني يبقى should i have done واحد كان شغال في مكتبه وبقى اكيد ما كانش في النادي يبقى couldn't have been لا يمكن ان يكون موجود في النادي you seem tired شكلك تعبان i think you should have had enough sleep last night انت كان لازم تنام كويس للتنبرح بقى هو ما نمش i wish i had been more careful لريتني كنت حريص اكتر من كده طبعا احنا قولنا من شوية ان wish هو ماضي تام معناها انك بتندم اهو يبقى this means that i regret not being more careful انا ندمان ان ما كنتش حريص safe didn't go to school yesterday سيف مراحش للمدرسة امبارح يبقى هو احتمال يكون كان عيان he might have been sick if i had much money طبعا هنا هاد تصريف تاني يبقى دي حالة تانية يبقى i would donate كرتبار باعة للجماعات الخيابية i wouldn't have solved the problem هنا حالة التاود وهاف وتصريف تالت unless you had helped me لو انت ما كنتش ساعدتني i highly appreciate appreciate معناها يقدر انا بقدر بشكل كبير your support دعمك my uncle عمي كان بيتمنى wished he not smoke his lungs were seriously affected ان بقتينه طبعا تقصروا تأثير ضخم جدا او شديد جدا اه بالتدخين يبقى هو هنا ندمان كان يتمنى انه ما يكونش يبدأ التدخين اصلا hadn't started طبعا عادة يعني صعبة جدا اه هنا بيقول انا ندمان على بيع سيارتي طبعا regret لما يجي بعدها اي انجي بيتعبر عن الندم زا عن الندم زي i wish اه i had والتصريف التال او wish والماضي التام يبقى i regret selling my old car دي كانت عربية practical عملية and economical اقتصادية موفرة في البنزيم يعني اه اللي بعد كده the french team played والفريق الفرنسي لعب كويس بزا تنيسي انتين الفريق التونسي كان قادر على انه يفوز احنا فخورين اه بكل الفرق العربية what not to avoid having such bad exam results unfortunately it's too late now هو ايه اللي كان المفروض اعمله should he او اللي كان المفروض هو يعمله عشان اه تفادى اه الدرجات السيئة دي في الامتحان طبعا should he have done طبعا ليه have مش هاز عشان should هنا بيجي بعدها الفعلة في المصدر اه you can't have understood what i said انت لايمكن تكون فهمة اللي انا قلته اه you entirely did ازا اوبزة انت عملت العكس اه بعد كده i should have my paragraph will it was full of mistake طبعا i should have اه checked i should have checked تمام كده يبقى الاجابة مش اللي فوق المفروض الاجابة ايه i should have checked اللي هي نمرة معناها انا كان لازم اه ابعجع او افحص الابعجع بتاعي كويس لانه كان مليان ايه اخطأ تماما يقول ايجابة see i think اه you could visit the kairu museum tomorrow it's really fantastic طبعا الجملة دي بتوضح ايه اقتراح suggestion i'm sorry نقط have visited you but too busy هنا يعني جملة صعب انها هتيجي في الامتحان انه يجي لك الشكل ده لكن احنا بنحاول نعدي على كل الحاجة ممكنة اه هنا انا انا اسف انا كان لازم مزغوية يبقى الاولانية هتبقى should have visited you but i was too busy كنت مشغول جدا يبقى should في الفراغ الاولاني وwas في الفراغ التاني the old man gave us positive advice ادنا نصيحة ايجابية he encouraged us to practice hobbies in our free time يعني شجعنا ان احنا نمارس هوات في اوقات فراغ ونقط the weekend in Alex كنا نقدر نقضي could have spent الاجازة بتاعتنا في اسكندرية لكن احنا فضلنا to be with our old friend in the village ان احنا نروح القرية مع اصدقائنا القدامى the curve seems to نقط will it no longer breaks down يبقى have been repaired طبعا الجملة ابن المجهول السيابة يبدو انها اصلحت جيدا طبعا الفعل advised بيجي بعد منه مفعول وطول مصدر ماما نصحتنا ان احنا نتجنب الزحام وهكذا اسناء الكورونا بيروس the underground metro مترو الانفاق is supposed to be environmentally friendly يعني صديق للبيئة وسيلة طبعا منزة وسيلة من وسائل المواصلات الصديقة للبيئة لانه لا يسبب تلاوث 25 I could have spent the weekend with my friends جملة مكررة الجملة اللي بعد جالها the teacher ordered us امرنا noise inside the class طبعا to stop making noise mother admitted اسف ماهر admitted that he had made that mistake انه عمل الخطأ ده يعني افتكبوا بدون قصد صحته سائت هو كان لازم يروح المستسفى he should have gone to hospital افزا listen لو خد بالك هنا قعلة if ودمجين معها حتة البسف المبني للمجول لو كان الدفس تراجع كويس طبعا هنا الحالة التالتة هيكون هاد والتصريف التالت طبو الحالة التالتة في البس had been والتصريف التالت خد بالك if the lesson had been revised well you would have answered those difficult questions كنت جوابت الاسئلة الصعبة لو تم مراجعة الدرس كويس يسري abroad he is still in كايرو يبقى هنا can't have traveled abroad لو ممكن يكون سافر الخارج هو مازال موجود فين في القاهرة الجملة 31 he would have visited a lot of historic places كان ممكن يزور أماكن طبيخية كتير في الأجازة اوكي if the holiday had been longer if the holiday he had been longer خد لك الأجازة اللي كانت عنده كانت طويلة ما فيش مشكلة هنا ان انا لقي had been longer it was a very cold night كانت ليلة بردة i wish it hadn't been so cold ديارتها ما كانت بردة كده طيب قلنا من شوية ان احنا لما بنستعمل wish وبعديها موضي تامي يبقى داب يوضح ايه الندم regrets تعمل جملة اللي بعد كده workers are supposed يفترض ان العلماء يتبعوا القوانين بتاعة الامن او الحماية عليهم او الحفاظ عليهم فاهمين بيسموها safety انه يلبس خوزة يلبس جوانتيات يعني يحافظ على جسمه اوكي وده هنا بيوضح ايه الزام خد بالك هنا if وهو جايب بعدها ما فيش تصريف تالت يبقى بنتكلم عن حالة تانية يبقى حالهم كنت هتشتري الفستان دا لو عندك فلوس كفاية البياضة المفروض انها هتبقى وسيلة للترفيه ونشر اتسامها what if you not your passport last night لو كنت وجدت طبعا هنا واضح انها حالة تالتة عشان بيتكلم في الماضي اللي بعدها if you through a piece of rook into water لو انت بتعمي قطعة صخر في المية طبعا حالة صفرية تقدس تغوص i'm short of money معايش فلوس فلوس ما اثرة معايا مش انت بس i wish i hadn't spent all my money يا بيتني ما كنت صرفت كل فلوس على حاجات مش مهمة i'm going to have a technician ماشي in store خد بالك لما بتستعمل have ويجي بعديها اسم شخص عاقل يبقى انت هتستأجر حد او هتكلف حد انه يعمل لك حاجة فلما يكون عندي have وعاقل هجيب بعدها فعل في المصدر خد بالك من القاعدة دي يعني فني in store عشان يركب the new air conditioner جهاز التكيف الجديد at first حاتم insisted on اصر على انه يبيع عربيته but finally i could get him to change his mind هنا نفس الجملة اللي فوق او الفكرة اللي فوق بس انت استعملت get فهتستعمل معها طول مصدر يبقى هنا get طول مصدر تمام يدير تقنعه انه غير بقى سائخ السيارات are supposed to wear seat built لازم يلبسوا حزام الامان قربنا او اوشاكنا على نهاية الفيديو لا تنسونا من دعائكم رامي's home work الواجب بتاع رامي seems to be full of mistakes شكله كان مليان اخطاء المدارس زعلان منه did he mean to call here late at night هل كان يقصد لا تصل بيها عن طبيق الخطأ schools are meant to follow rules of safety طبعا المفروض المدارس يكون فيها اتباع لقواعد الحفاظ على الامان they are supposed to arrive tomorrow نفوض لهم هاوصلوا بكرة الجملة دي كده بتعبر عن expectations توقع she seems to have a hard time كانت ما قدية بوقت صعب في المصنع هي هتضرب على وظيفة تانية clubs النوادي are meant المفروض انها معمولة من اجل او مقصود منها انها اماكن لفياضة والانشطة الاجتماعية هي نقط doesn't seem to like the new t-shirt اوكي ليه لانه مش فاشنبول مش عالموضة آخر كم جملة i am supposed انا المفترض ان انا ارتب قطي قبل ببدأ مزاكريتي what am i supposed to do in the company ايه المفروض ان انا اعمله في الشركة يعني ايه شغلتي يبقى عندكم i need to know all about my duties هلازم اعرف كل مهمة he not seemed to be absent minded بما الانسام بقى شارد كده او زهنه شارد او سبحان بنسميه absent minded he didn't see the car coming towards him ما شافش رعبية هو يجاي عليه he seems to have read many books he is really knowledgeable knowledgeable الواسع المعرف اوائل seems to be happy today you are right he has just had good news قتل اقبار كويس the factory is meant to provide work opportunities opportunities for us عمل يعني المفروض كان مقصود من المصنع ده نوفى فورس ايه عمل لاكتر من متين بنيه اخر جملة ونشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله اللي هيكون على بقية الجرامر وبداية الكلمات don't stay up late you are supposed to catch an early train tomorrow كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا والحمد لله خلصنا اكتر من متين وخمسين جملة متين سبعة وخمسين جملة اتمنى انتوا تكونوا استفدتوا بالفيديوهات دي ما تبخلوش علينا بدعوة وما تنسوش تشيروا الفيديو لزمائلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة